أكثر فريق يجمع فلوس هو الفائز في لعبة The Finals لعبة The Finals من تطوير ونشر نيكسون صدرت بشكل مفاجأ ومجاني للجميع اللعبة المنظور الأول وهي لعبة نفسية فكرتها أنه في أشخاص يتحدون بعض في لعبة بث في التلفزيون وفي لها جمهور وبتعتمد طريقة اللعب بشكل أساسي على تعاون الفريق والطور الأساسي اسمه Cash Out بيكون في فرق وكل فريق بيتكون من ثلاث لاعبين ولازم كل فريق أن يسوي مهمة محددة وهي أنه يوصل لخزنة يتم تحديدها في الخريطة ويأخذ منها الأموال وينقلها لنقطة ثانية في الخريطة وكل الفرق راح يهجمون نفس الخزنة ويسير بينهم تحدي من اللي يقدر يفتحها قبل الثاني والفائز هو اللي يجمع فلوس أكثر طبعا كل لاعب يقدر يختار بين ثلاث شخصيات أساسية وهم Light الشخصية هذه بتكون خفيفة وسريعة وتكتستخدم الأسلحة خفيفة و Medium هو الشخصية الوسط تكتستخدم فيها الرشاشات والبندقية وعندها قدر على أنها تعطي الطاقة لباقي الفريق وشخصية Heavy أو الثقيلة وبتكون حركتها أثقل من الباقي بس تعوض أنها تتحمل ضربات وعندها متفجرات وأسلحة ثقيلة وفي أمكانين لتخصيص كل شخصية بحيث تغير أسلحتها وقدراتها وكل راح يأثر في الفريق البيئة والمباني في اللعبة هي من أكثر الأشياء المميزة في اللعبة كلها بتكون قابلة للتدمير ورح تكون في أدوات وأشياء وممكن اللاعب أن يستخدمها ويرميها لعداء وبعدها راح يكون قابل للتفجير وممكن ترميها في المباني عشان تكسل المبنى على العدو وأي لاعب يموت أثناء المباراة راح يتحول إلى تمثال صغير يقدر أي أحد من الفريقة يشيلها عشان يحاول ينعشها ويرجع إلى اللعبة ولو ما في حد ساعده لازم يتظل الوقت محدد وبعدها يرجع إلى المباراة طبعاً كلما نفزت أو تغلبت على عدو أو فريق وسويت مهارات أكثر راح تحصل على الأموال تقدر تصرفها على أدوات تشتريها من داخل اللعبة لعبة The Final متوفرة حالياً بشكل مجاني على PlayStation 5 والإكس بوكس سيريس إكس والأس والبي سي يعطيكم العفوة لمتابعة ومعنا السلامة